بحث مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس التقرير التكملي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات كانت الجزة قد بدأت أعمالها بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلاند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل تم التوافق عليها بضرورة يعني إيجاد حل أو علاج لمسألة مجهولي الأبوين فيما يتعلق بموضوع صدار شهادات الميلاد خصوصا أن المادة نصت على أن بالنسبة لمجهولي الأبوين يجب لإثبات النسب أن ترفع دعوة أمام المحاكم المختصة ولا تصدر لهم طبعا شهادة ميلاد بمفهوم النص إلا بصدور حكم نهائي كان الملاحظة التي تم تقريبا الإجماعة والتوافق عليها من ذو الصفة التي ستقدم أو يقوم بالإجراءات القانونية القضائية لرفع الدعوة نيابة عن مجهول الأب من أجل إصدار شهادة الميلاد لينتقل المجلس بعدها إلى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات من نواحي قانونية لابد أن تضبط هذه المواد حتى لا يجحف حقوق هؤلاء الأطفال فلما نقول مسؤولية إصدار شهادات ميلاد لمجهول الأبوين هل ننتظر لما يبلغ أمر عشرين سنة وهو يراكد بين أروقة المحاكم لإصدار شهادات له؟ لا فلابد أن تكون هناك آلية لإصدار شهادات الميلاد لأن شهادات الميلاد هي ضرورة للتسجيل في المدارس والتسجيل في الجامعات المجلس قرر بعد استكمال مدخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة فيما يتعلق بجميع المواد مع عد المادة السادسة التي تم تعديلها والمادة التاسعة التي عادت إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاح والأمن الوطني لمزيد من الدراسة